بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب كلية العلوم قسم الأحياء تحية طيبة وبعد النهاردة نتكلم على مقرر الحبليات ونكمل الكلام في الكرداتة على الرأس الحبليات أو السفالو كرداتة يبقى احنا عارفين ان احنا في شعبة الحبليات وهننكلم في شعبة الرأس الحبليات أو صب فيلم سفالو كرداتة اتكلمنا قبل كده على أجهزة مختلفة النهاردة بنكمل كلامنا في الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي السهيم بيتنفس عن طريق فتحات خيشومية يبقى فيه فتحات خيشومية عددهم ثابت وهو عددهم 180 فتحة خيشومية ما إله تفتح فيه قلبه أو الأترى من والفراغ اللي بيحيط بالأحشاء الداخلي بين الفتحات وبعضها فيه حواجز أو عوارد يسمى عوارد خيشومية هذه العوارد الخيشومية مر بيها أوعية دموية وهي أيضا تحمل أهداب لعملية تنقية المية والكلام من ده طيب الماء بقى ليه مصار بتبدأ فيه يمر فيه المية طبعا تدخل من فتحة الفم اللي احنا شفناه قبل كده عملا كده هيدخل المية من الفم للبلعوم ومن البلعوم بقى يبدأ يخرج من الفتحات الخيشومية الموجودة دي وبعدين يدخل فيه الباهو الموجود بالشكل ده يبقى المية لما دخلت كده مرت على الفتحات الخيشومية وما بين العوارد الخيشومية وبعضها والعوارد الخيشومية دي بيتم فيها التبادل الغازات بين الماء والعوارد الدموية الموجودة في هذه العوارد الخيشومية وتخرج المية بعد كده من فتحة الباهو ويبقى حصل تبادل الغازات ما بين المية وما بين العوارد الدموية الموجودة في الفتحات الخيشومية العوارد اللي احنا قلنا عليهم دول العوارد الخيشومية دول نوعين نوع ابتدائية ونوع سنوية الابتدائية بتتميز بإيه؟ تتميز بوجود تجويف سيلومي تتميز بوجود تجويف سيلومي على التجويف السيلومي تاني حاجة ان هي مشقوقة من الاسفل كده تبقى مشقوقة بالشكل ده وتتصل مع بعضها بعوارد خيشومية بينهم بعضها بالشكل ده كده يبقى فيها تجويف سيلومي طبعا فيها عايدة وانا كمان فيها تجويف سيلومي وطويلة وفي نفس الوقت مشقوقة من الطرف ويبنها من بعضها حواجز بسماء سينبتيكولوم لكن العوارد الخيشومية اللي هي السنوية ليس فيها تجويف سيلومي يبقى ما فيش فيها تجويف سيلومي تاني حاجة طبعا قصيرة عن العوارد الابتدائية تاني حاجة ان هي غير مشقوقة وكمان لا تتصل مع بعضها بحواجز خيشومي يبقى ده كده موجودة نفس الكلام يبقى ده وده مش متصلين مع بعض لجن ده وده متصلين مع بعض الجهاز اللي بعد كده هو الجهاز الدوري سيركولاتري سيستيم سيركل دايرة يبقى سيركولاتري سيستيم جهاز الدوري اللي بيقوم بدوران الدم بداخل لوعية الدموية القلب تبعى عارف انه لا يوجد قلب فيه السهيم ومال يوجد فيه ايه؟ فيه جيب وريدي ابارة عن كيس كده هو يستقبل الدم مفتوح من هنا ومن هنا بالشكل ده ده هنا قناة كوفيرين وده قناة جاية من الكبد وقناة جاية من ايه؟ من نهاية ايه؟ الجسم وده يتجه للامام على طول كده هو وديك ايه؟ تفرعين بالشكل ده كده ده اللي هو الابهر البطني ابهر البطني والابهر البطني ايه؟ منقبض ده يعتبر القلب الحقيقي لانه منقبض هو ده يرفع الدم الاعلى عشان يدخل فيه الفتحات الخيشومية يبقى ده ساينس فينيسوس ده الساينس فينيسوس اللي هو الجيب الوريدي يبقى لا يوجد قلب لكن يوجد جيب وريدي الاعواية الدموية لا توجد اعواية دموية حقيقية بمعنى انها حسنة التكوين ولكن توجد ايه قنوات مجازة بنقول عليها اعواية دموية فيها جهاز شورياني هنشوفه الوقت تركيبه وفيها جهاز وريدي جهاز الشورياني طبعا بيمرر الدم من القلب من القلب الى الاعضاء او الى الاعضاء الارغانز المختلفة الجهاز الوريدي هو اللي بيقوم بعملية ايه؟ ترجاع دم الى ايه؟ القلب او مكان القلب طيب يبقى لما يجا شوف الجهاز الدور شكل عام في قلب وفيه اوعية دموية وفيه اجهزة الجهاز الاولاني جهاز الشورياني قلنا وظيفته يحمل الدم من القلب الى الاعضاء وفيه جهاز الوريدي يعود بالدم من الاعضاء الى القلب لكن فيه كمان دورتين دمويتين اخريتين اللي هو الجهاز الكابدي البابي والجهاز الكلوي البابي دي الدورة البابية الدورة البابية عبارة عن نوعين نوع كابدي يبقى يمر بالكبد ونوع كلوي يبقى يمر بالكلا الجهاز الكابدي البابي غير حقيقي ليه؟ لانه لا يوجد كبد حقيقي يبقى الكابدي عشان كابدي غير حقيقي يبقى الدورة الكابدية البابية او جهاز الكابدي البابي غير حقيقي ايضا الجهاز الكلوي البابي غائب لعدم موجود الكلة مفيش جهاز كلوي بابي لانا مفيش كلة اساسا في السهيم ليه؟ لانا مفيش قلب زي ما اقول الوقت نظرا ان مفيش قلبي بدخ الدم يبقى بالتبعية مفيش كلة تقوم بعملية ترشيح وتصفية الدم فيه طبعا أيه أكيد عارفين كلنا الدورة الدموية الصغر أو اللي هي الدورة القلبية اللي هي بتغذي القلب اللي هي العشارين التاجية وأوعية القلبية اللي بتود الدم من القلب للقلب نفسه للجتار القلب عشان يوم بعملية تغذية وتنفس ياخذ الأكشوجين من الدم ويحمل المواد الأخراجية منه عن طريق الأوعية القلبية ده الجهاز اللي ايه الدوري فيه السهيم لو جينا نشوف هنلاقي ان الدم بيرجع في المنطقة الخلفية عن طريق الوريد الزيلي والكود الفين وريد زيلي بعد كده يتحد مع الوريد تحت المعوي صب انتستاين الفين اللي هو بجمع الدم من أعادة مهمة مختلفة موجودة في القناة الهضمية في الأمعاء وبعد كده يدخل ايه في ما يسمى بالأعور الكابدي والردب الكابدي يدخل له الدم عن طريق ورير كابدي بابي ويرخل جوه هنا دم قامل ايه الكابد قلنا الكابد غير حقيقي يبقى تدور الكابدية البابية غير حقيقي بعد كده يطلع ايه الدم عن طريق الوريد الكابدي البابي وبرضه ليه الصب بعد كده عن طريق الكابيريان داكت فيه اللي هو الجيب الشرياني اللي هو موجود هنا بالشكل ده كده بعد كده هيدخل فين دم ينزل من الجيب الوريدي ده عن طريق اللي هو الابهر البطني اللي بالشكل ده الابهر البطني ده قلنا ده منقبض او متقبض يعني فبيقوم بدخ الدم الى ايه منطقة الايه الخاشيم في الفتحات الخاشومية يمر فيها في الاوعات دموية الموجودة داخلها فالدم يتعرض دلوقت للمية فيتنقل الايه الكشوجين من تركيز الاعلى في الماء الى الدم ويتنقل سناكسور الكارفون من تركيز الاعلى في الدم الى الماء يبقى كده حصل عملية تبادل للغازات الابهر البطني ده بيدي ايه كل واحد يطلع منه يدي فرعين زي ما انت شايف كده رايح على الحواجز اليمنى واليسرة للبلعوم الاوعية اللي طلع ده بسماء اوعية دموية خاشومية وردة وردة المين وردة لمنطقة الخاشيم يرخل الدم من خلالها وبعد كده يطلع من ناحية تانية عن طريق اوعية دموية صادرة صادرة منين صادرة من الخاشيم بعد ما حصل عملية تبادل الغازات وبعد دم محمد بالاكسوجين يخرج الدم من على كل جانبية البلعوم هيطلع عن طريق ايه ابهر ظاهري جانبي وابهر ظاهري جانبي هذين الابهرين الظاهرين الجانبيين موجودين على جانبية البلعوم يتحدى خلف البلعوم ويكون ابهر ظاهري وسطي هذا الابهر الوسطي ينطلق الى ايه بيدم الى كل انحاء الجسم وينتهي في نهاية خالص بالشريان الزيلي وبعد كده الورد الزيلي يبدأ يجمع الدم وتتكرر دورة الدم الحقيقة ده باختصار كده اوضح لك الدورة الدموية احنا هنقول ان الدم ايه يجي من منطقة الخلفية مثلا عن طريق الورد الزيلي ومنطقة الامعاء اه عن طريق السابنستان الفينز او ايه تحت الامعاء في الوريد الرئيسي الخلفي يبقى فيه وريد رئيسي خلفي بالشكل ده الوريد الرئيس الخلفي ده وده وريد رئيسي امامي ده بيجيب الدم من منطقة الامامية وده بيجيب الدم من منطقة الخلفية اللي كان جاي من الوريد الزيلي هيتجمعه مع بعض بعد ما جمعه الدم من كل انحاء الجسم ليه فيه قناة اسمه قناة ايه كوفيريان اللي بتفتح فين؟ بتفتح فيه الجيب الوريدي طيب اتجمع الدم كده خلاص ودخل جوه ايه المنطقة دي سيدخل الجيب الوريد سيناس فينسس ده ويطلق منه الابهر البطني الابهر اللي بيبقى للايه السيناس فينسس بعد كده هيدخل الابهر البطني اللي هو ايه المنتقبض المنتقبض هيطلع منه الأفرنط اللي هو الأفرنط برانكا الارض هو الشريان الخيشومية الوريدة واردة وردة الخيشيم يعني هيحصل تبادل الغازات داخل صفائح الخيشومية الموجودة في الفتحات الخيشومية هيطلع منه الدم عن طريق الافرينت برانكيال ارتري اللي هي الوردة الشريين الخيشومية الصادرة منه الصادرة من منطقة الخيشيم بعد كده هيتجمع فيه اتنين زهريين اللي هم الابعر الزهري الجانبيين يعني بعد كده هيتحدوا مع بعض بابعر ظهري مشترك اللي هو في الاخر اللي بيصب الدم في كل انحاء الجسم تاني لا يوجد قلب فيه لا يوجد قلب في السهيم خلاص لكن يوجد بدل منه طول متوسط يمتد اسفل البلعوم بيسموه الابهر البطني لانه بنقبض يعطي الابهر البطني على كل جانب عدد من اوعية الجانبية التي تمتد ايه بالنحية الظهرية عبر نоровارد الخيشومية الاولية يبدو العوارد الدموية هتمر في الأعوارد الخيشوميةmar الطويلة ariها المشروعة من تحت ما بتعرف الاوعية الخيشومية الا państw الوردة يبقى الاوعية اللي هتطلع من الابهر بيسموها الاعتво اللي بتورد للخيشوميه طيب تتصل هذه الأوعية الخشومية الوريدة بأوعية أخرى ممثلة داخل العوارض الخشومية السنوية ويؤدي انقباض الأبهر البطني إلى دفع الدم إلى الأوعية الدموية الخشومية الموجودة في العوارض الخشومية الأولية أو الابتدائية المهم من الدم هيمر من أسفل إلى أعلى عبر العوارض نتيجة انتقاله ده هيتعرض للطيار المية يحصل تبادل للغازات ما بين المية وما بين الدم الموجود في العوارض الخشومية ويتحمل بالأوكسجين وتحول إلى دم مؤكسج ثم يمر الدم بعد ذلك في أوعية دموية ظهرية تعرف بالأوعية الخشومية الصادرة من المنطقة الخشيم المحملة بالدم المؤكسج فتجمع هذه الأوعية الدموية في وعائنا طولييني اللي هم قلنا على السطح الظهري للبلعوم على جانبين الميزاب فوق البلعومي ويعرف كل منهما بالأبهر الظهري الجانبي يبقى في اتنين أبهر ظهري جانبي واحدة الجانبي ده واحدة الجانبي ده بعد كده يتحدوا مع بعض في أبهر ظهري مشترك يتحد الأبهران الجانبيان خلف منطقة البلعوم ويكون معها متوسط يعرف الأبهر الظهري المتوسط يجمع الدم من الأعور الكبدي وواسطة الوريد الكبدي الذي يتصل بالأبهر البطني الدم في السهيم عديم اللون ويحتوي على بعض خلايا الأميبية فقط وقليل من كرات الدم الحمراء قسيط جدا عشان كده السفا عامة عديم اللون لا يوجد في السهيم أي أثر للدورة الكلوية احنا قلنا لأن مفيش كده أو دورة الكبديية هو دورة الكبديية بيقولون هي دورة كبديية غير حقيقية لأن الكبد غير حقيقي سموه الردب الكبدي أو الأعور الكبدي يحل محل الكبد وهذا مرجوع غياب الكليتين والكبد الحقيقي يبقى لا يوجد ليه؟ عشان مفيش كليتين والكبد غير حقيقي يبقى كما أن غياب القلب مرتبط بغياب الكليتين ليه؟ الكليتين؟ إم تبقوا موجودين في الحيوانات الفقرية؟ طيب الكليتين تعتمد في وظيفتها على إيه؟ على وجود ضغط دمو والضغط بيجي منين؟ ضغط الدمو العالي طبعا في الشرايين اللي بتدخل الكيلة طيب إذا ما كانش فيه قلب يبقى ما فيش ضغط دمو يبقى الضغط الدمو هنا ضغط الدمو إيه؟ منخفض وبالتالي يبقى الكليتين لو توجدوا برضو مش هيبقى له موظيفة عشان كده إيه؟ فيه نظام إخراج بالطريقة بوسط النفريدات وليس بالنفريونات غير أنه إيه؟ كافي لاستمرار الدورة دموية الضغط استهيم صحيح منخفض لكنه إيه بيمرر دمي يحافظ على صرران الدم لكن ما يساعدش على عمل الكلا وإذلك غابة الكليتين مقامة بالإخراج مجموعة من إيه النفريدات ذات النظام المغلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته